من جانب مدافع المنتخب البرتغالي وبالتالي سرعة المباراة الرتم المباراة السريع رغبة تسجيل الأهداء هذا جول ملك الريال ملك لشبونا في المباراة الأولى ملك ستوك هولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال وبالتالي هذا ما كان في لشبونا وهذا ما يحدث أمامنا الآن في استوك هول وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي يوم آخر يعني يوم الجمع يوم وغدا يوم آخر واليوم يوم آخر لكريستيانو رونالدو لاحظ البينية المثقنة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو هذا لاعب ما يلاعب على الأصلاف حطها بشماله على يسار حارس المرمى إيزاكسون وبالتالي يزور كريستيانو رونالدو مرمى المنتخب السويدي للمرة الثانية مع بداية الشوط الثاني كنت أدويا لأن الشوط الأول انتهى ولاحظ هذا المدرب جنون يقفز مهر الوصول إلى كأس العالم رغبة الوصول إلى كأس العالم كمن الوصول إلى كأس العالم اسألوا الجزائريين اسألوا المدن البرتغالية اللي الآن تحر والبرتغال التي أخرجت البوشرة في الملحق الأوروبي البطولة لكأس العالم الأخيرة وتأهلت إلى جنوب أفريقيا تتلقى ضربة الركنية والبرتغال تتلقى الهدف الأول الكرة الرئيسية اللي تلعب الآن الرئيسية مباشرة نعم يظهر الآن يظهر الآن إبراهيم أبيت ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السويدي السويد تتعادل وتولع المباراة أكثر وأكثر الحافظ أصبح حاضرا ولاحظ الكرة الرئيسية مباشرة الأنيك إبراهيم أبيت يسجل هدف رأسي يعني كريسيانو رونالدو هدف رأسي في المباراة الأولى هدف القدم في المباراة الثانية هنا طبعا إبراهيم أبيت والتعطية من مدافع المنتخب البرتغالي لم تكن جيدة وبالتالي إبراهيم أبيت المباشرة الخطيرة جدا السويدي كلها تقف الآن اللعبة الله الله ظهر إبرا بان إبرا في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني وتكون النتيجة اثنين واحد تمعش أمال السويديين بالفرحة الكبيرة وإبراهيم أبيت يسجل الهدف الثاني وكريسيانو رونالدو سجل هنا الهدف الثاني لاحظ مرة أخرى لاحظ مرة أخرى التسجيدة القوية مرت من حائط الساد ومرت من حارس المرمى فاتريسيو لأنها أرضية قوية فيه تركيز قوي من العملاق من الأنيح إبراهيم أبيت الذي يأتي بالأهداف الجميلة إليك هدف جميل وبالتالي يأتي الآن إبراهيم أبيت هدفين عنده 48 هدف باقي هدف واحد على أساس أنه يعادل الرحمة القياسي لكن تركها خلاص خلاص كريسيانو رونالدو كمان وكمان وكمان الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة كمان في استوك هولم وبالتالي يأتي به الهدف الثاني والبرتغال تنظي إلى الوصول إلى نهائيات كعس العالم لاحظ مرة أخرى شله اللي جرى شله اللي طاب في المرتدات ولاحظ الخبرة ولاحظ التعامل مع الانفراض ولاحظ الخذيف القوية كريسيانو رونالدو يبهجل السويديين الفتاة البرتغالي الملكي يبهجل السويد في لشبونة وفي استوك هول وهنا الهدف الثاني الرجأة سريعا من كريسيانو رونالدو وبالتالي يأتي ويسجل الهدف الثاني في استوك هول على أساس النتيجة اثنين اثنين عالم هنا وهنا يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث الله 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 يا كريسيانو رونالدو ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن عسل ليالي تسعدك يا كريسيانو عسل ليالي تسعدك يا كريسيانو رونالدو الفتاة الدهبي للبرتغال الذي يتفوق الثالث الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشكل على إبراهيم ويأتي ويسجل الهاتريك ويأتي يعني مع هدف لشمال يكون نسجل أربعة أهداف كريسيانو رونالدو الذي يتألع ويواصل تألقها ولاحظ الكرة اللي يستلمها ويتقدم في شكف مرمى إيزاكسون أنه أفضل لاعب كرة قدم في الكوم في هذه الفترة من الفترات أنه كريسيانو رونالدو الذي يسجل الهاتريك وبالتالي عدل حين تشوف البرتغاليين اللي في ستوك هول عشر ملايين ونعرف البرتغال والبرتغال التي أخرجت البوطرة في الملحق الأوروبي إلى البطورة كأس العالم الأخيرة وتأهلت إلى جنوب أفريقيا تتلقى ضربة الركنية والبرتغال تتلقى الهدف الأول الكرة الرئيسية اللي تلعب الآن الرئيسية مباشرة نعم يظهر الآن يظهر الآن إبراهيم أبيت ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتقم السويد السويد تتعادل وتولع المباراة أكثر وأكثر الحافز أصبح حاضرا ولاحظ الكرة الرئيسية مباشرة الأنيك إبراهيم أبيت يسجل هدف رأسي يعني كريسيانو رونالدو هدف رأسي في المباراة الأولى هدف القدم في المباراة الثانية هنا طبعا إبراهيم أبيت والتقية من مدافع المنتقب البرتغالي لم تكن جيدة وبالتالي إبراهيم أبيت المباشرة الخطيرة جدا السويد كلها تقف الآن اللعبة الله الله ظهر إبرا بان عبرا في الشوق الثاني وسجل الهدف الثاني وتكون النتيجة اثنين واحد تنعش أمال السويديين بالفرحة الكبيرة وإبراهيم أبيت يسجل الهدف الثاني وكريسيانو رونالدو سجل هنا الهدف الثاني لاحظ مرة أخرى لاحظ مرة أخرى التسجيدة القوية مرت من حائط الصاد ومرت من حارس المرمى فاتريسيو لأنها أرضية قوية فيه تركيز قوي من العملاق من الأنيح إبراهيم أبيت الذي يأتي بالأهداف الجميلة إليك هدف جميل وبالتالي يأتي الآن إبراهيم أبيت هدفين عنده 48 هدف باقي هدف واحد على أساس أنه يعادل الرقم القياسي لكن تركع خلاص خلاص كريستيانو رونالدو كمان وكمان وكمان الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة كمان في استوك هولم وبالتالي يأتي به الهدف الثاني والبرتغال تنظي إلى الوصول إلى نهايات كعس العالم لاحظ مرة أخرى شله اللي جرى شله اللي طاب في المرتدات ولاحظ الخبرة ولاحظ التعامل مع الانفراد ولاحظ الخذيف القوية كريستيانو رونالدو يبهدل السويديين الفتى البرتغالي الملكي يبهدل السويد في لشبونة وفي استوك هول وهنا الهدف الثاني الرجأة سريعا من كريستيانو رونالدو وبالتالي يأتي ويسجل الهدف الثاني في استوك هول على أساس النتيجة اثنين اثنين عادلنا هنا وهنا يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث الله 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 يا كريستيانو رونالدو ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن عسل ليالي تسعدك يا كريستيانو عسل ليالي تسعدك يا كريستيانو رونالدو الفتر جهبي للبرتغال الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشك على إبراهيم وفيش ويأتي ويسجل الهاتريك ويأتي مع هدف لشمال يكون نسجل أربعة أهداف كريستيانو رونالدو الذي يتألق ويواصل تألقه ولاحظ الكرة اللي يستلمها ويتقدم في شكف مرمى إزاكسون أنه أفضل لاعب كرة قدم في الكون في هذه الفترة من الفترات إنه كريستيانو رونالدو الذي يسجل الهاتريك وبالتالي عدل حين تشوف البرتغاليين اللي في ستوك هول عشر ملايين ونعرف البور